اهلا بكم في الفيديو اليوم سوف نحضر نوع خلايات توركي حلو وميز جيدا يجمع بين موامة اليومين الداخلية و بين أرمجة البسكور في الطبقة الخارجية سوف نطور عليكم في الوصف أكثر من هذا و يلا نبدأ في الوصف نحتاج لبيضة و كبايت زيت اقلموا مع بعض لحظة المنويضة تختلف كويس بسكور سوف نطور لكم كباية عيارية من الثلاثة يعني حوالي ثلاثة عيلة بالثلاثة و أخلطهم كويس و أضفهم باكو غنية وباكو باكو 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 ثم اضيف كوباية من سميوب البسبوطة وقلبه لا نقطر في التقليد هنا نحن لا نبس السميوب مجرد فقط انه يختلط معرق المكونات وبعد ذلك هبدأ في اضافة الدقيقة على مراحل سنحتاج ثلاث كوباية دقيقة زائد معلقة كبيرة هذا يعتمد على نوع دقيقة ممكن نحتاج مضيف معلقة كمان لو نوع دقيقة ضعيف لحتى ما نوصل لعجينة لينا مش متلزق ونعمل جدا مقدار العجينة تكفل تحضير 18 قطعة من حلو الصميوب التركي مقدار العجينة لينا مش متلزق التشكيل الحلوة سنحتاج نص كوباية من الصميوب واخد جزء صغير من العجينة اكوره بجيدي ونكبر الحجم قوي علشان حجمها سيكبر تكفل واخد جزء صميوب من كل الجوانب وستخدم المعلقة لكي أعمل فيها أشكال جروب بالشكل بقضامكم ونعيد نفس الخطوات الثانية لكي نعله قطعة ثانية ونكمل بنفس الطريقة لحد ما نتخلص بقدار العجينة كله ما نتخلص بقدار العجينة كلها بقدار العجينة كلها عندما ترى العجينة كلها بقدار العجينة كلها و أرسل قصانية مجمونا زيت و أسيب مسافات مناسبة بينهم عشان أدخل كرن في درجة حرارته 180 لمدة 35 ديئة أو لحد ما يبقى لونه فهدي خلال الوقت سنحضر الشربات التي سنستخدمها في حياتها سنحضر ثلاث كوبات من السكر و ثلاث كوبات من الماء و معلقة كبيرة عصير لمول سنحضر نار متوسطة و سنحضر 10 دقائق أو ربع ساعة لحد ما يبقى أثقل من قوام الماء و يبقى لازج قليلا بعد ما تجهز الحلوة أخرجها من الفرن و أرسها في حرص في طبق عميق شوية و تسقيها بالشربات السخن و هي لسه سخنة عشان تتشرب الشربات كويس و تبقى طرية و نعمة جدا و أسيبها منقوعة في الشربات ثلاث لأربع ساعات لحد ما تأخذ كفايتها منه و بعدين نقدمها بعد ما يعدوا الأربع ساعات هذين هم خذوا مقروش كما انتم شايفين كده و أنا بقطعها أن الطبقة الخارجية مترمشة و من جوة نعمة و دائدة فكروا معي كده في اسم مناسب للوصفة دي أنا بقترح نسميها بسكوت البسكوزة لو موافقين اكتبوا لي كومنت و لو عندكم اسم تاني برضو اكتبوا لي كومنت أعزبكم تخلو من قدير بالجرام و بالكوباية و لو عندكم فيديو النهاردة اعملوا لايك و اشتركوا في القناة و اشتركوا في فيديوهات دي اشتركوا في القناة و اشتركوا في فيديوهات دي اشتركوا في القناة و 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 ا ترجمة نانسي قنقر